أكيد عندنا خبر مهم جداً متعلق بأحد لاعبي النادي الأهلي يمكن هنفتقد شوية في مباراة سيمبا التنزاني نتيجة استمرار برنامجه التأهيل وعدم تمثله للشفاء لخود مباراة سيمبا مع الأهلي المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي يمكن في الساعات الأخيرة الاتحاد الفلسطيني قدر أن ياخد ترخيص من الاتحاد الدولي فيفا من أجل مشاركة وسام أبو علي في أول تجمع رسمي في الأجندة الدولية خلال الفترة القادمة وبالتالي يزداد عدد اللاعبين الدوليين في النادي الأهلي إلى ست لاعبين دوليين انضمامهم للمنتخبات الوطنية في الفترة القادمة سواء مباريات في التصفيات الإفريقية أو حتى التصفيات الأسيوية بعد انضمام وسام أبو علي أحمد قندوسي كمان بالمناسبة يا كابتن أسامة اللاعب المعارل سراميجا واللي هيعود للنادي الأهلي مباراة الجزائر مع جنوب إفريقيا الحمد لله نادي الأهلي عنده زخيرة حية جداً من اللاعبين الدوليين بس خيراً نوقف عنده وسامة أبو علي وسامة أبو علي واحد من اللاعبين الجدد في النادي الأهلي في مركز الهجوم يعني رغم الفترة القصيرة اللي هو لعب ماتشين الماتشي الأولي كان أمام مدياما الغاني لما نزل وشارك 30 ديئة ومباراة بلدية المحلة اللي قدر يسجل فيها على ما أعتقد هدفين أو هدف صح؟ هدفين في المباراة البلدية حط يعني اعتمد يعني تواجده مع النادي الأهلي وكمان حضوره عند الجماهير بالفعل يعني وسامة أبو علي واحد من الصفقات المهمة نتمنى له إن شاء الله الشفاء زي ما يكون خد عين في بدايته يعني إصابة في الخلفية استعجل شوية علشان ينزل عنده حماسه عايز يقول لجماهير النادي الأهلي أنا موجود لكن الجهاز الطبي بقية الدكتور أحمد جبالة يعني هو متحفص شوية على اللاعب لازم ياخد وقته كويس علشان لما ينزل الملعب يعني ما ترجعلوش لصبع مرة تانية لكن على المستوى الفني يعني دي من الأخبار السعيدة تواجده في المنتخب فلسطين يعني كمان يعني دي حاجة من الحاجات اللي بترسم الفرحة لأهلنا في فلسطين وفي غزة تواجد لعيب مهمزة وسامة أبو علي وكمان تواجده مع النادي الأهلي شفنا تقديم وسامة أبو علي وطريقة التقديمة كمان وشفنا يعني يعني لهفة الناس على وسامة أبو علي لما المركز الإعلامي في نادي الأهلي قدم وسام كانت بطريقة حلوة قوي لقيت كبول كبير جدا عند الجماهير فدي من الأخبار السعيدة جدا لنا يعني على المستوى الشخصي ان يكون متواجد في المنتخب فلسطيني وسامة أبو علي وكمان واحد من اللاعبة اللي هتقدر تضيف كمان فيه هجوم النادي الأهلي زي ما شفنا الأهداف بتاعته يعني ده أول هدف كان أحرازه في مباراة البلدية كانت كرة طويلة رامي ربيع وهو واحد من العناصر المميزة بيسجل برجلي اليمين وبرجلي الشمال وبضربات الرأس وشفنا كمان يعني كملخص الهداف قبل ما ينضم للنادي الأهلي والهدف الثاني كان من راكل الجزاء يعني لعب من اللاعبين الإضافة كبيرة محمد للنادي الأهلي أكيد لعب مهم جدا والبدايات مهمة وتوفيق ربنا صحوة الله تعالى معاه لما يحرز هدف في أول مشاركة وفي أول لمسة لي في الدور العام ده شيء إيجابي ولكن يعني ربا ضرته النفعة يمكن الفترة حاليهم مش جاهز بنسبة 100% للمشاركة بشكل أساسي والمهم إن أي لعب مصاب ما فيش استعجال عليه طبعا عشان يشارك هذا الهدف الثاني اللي جاءه في المولادة البلدية لا وسارد راكل الجزاء بشكل إيجابي جدا يعني فنقدر نقول حتى يمكن تغيير أجواء من الأجواء الأوروبية للأجواء الإفريقية ممكن بتاخد شوية وقت على التأقلم العضلات لسه بتاخد شوية وقت وكل دي أمور أكيد يعني لسه في بداية الموسم إن شاء الله بيزنال على لقاء العودة يوم 5 إبريل لعله وعسى يكون متواجد